اشهدت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زيلن رئيسة مجلس الدماء بتوجيهة صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله وبالقرار الصادر من مجلس الوزراء اليوم باستيعاب الحكومة للقيمة المضافة المستحقة ضمن تعرفة الكهرباء والماء دون تغيير التعرفة الحالية لكفة الذين يصبوا في صالحهم التوجه العام للوطني والمواطنين بجانب توحيد مواعيد الصرف لجميع انواع الدعم الحكومي المقدم للمواطنين بهدف زيادة استفادة المواطنين منها مشيرة معاليها الى حرص السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية على دعم تطوير كافة المشاريع الحيوية والمبادرات التنموية ومرعاة لظروف المواطنين وتقديم افضل الخدمات للوطني والمواطنين معربة معاليها عن بالق الامتنان والتقدير لما يتم تنفيذه من مشاريع بالتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وبروح الفريق الواحد تنفيذا لتوجيهات السموة للعهد حفظه الله لخدمة الوطني والمواطنين ولتحقيق اهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاة اشتركوا في القناة